أيها الأخوة والأخوات تقرير عن اختيار الأضحية ثم نعود إليكم إن شاء الله بعد مرحلة عمر الأغنام تأتي مرحلة مهمة وهي كيف تعرف أن الذبيحة سمينة أو غير سمينة يمكن معرفة هذا بشحوم الذبيحة فكثرة الشحوم تدل على أن الذبيحة سليمة بنسبة تقارب 95% وهذا نسبة جيدة جدا اعلم أولا أن أكثر الشحوم في الأغنام تتواجد في منطقة ما بين الأيدي وتسمى منطقة الزور وخصوصا في التيوس والماعز وأيضا في الأكتاف وبين الأكتاف وفي الظهر أو العمود الفقري يلاحظ أنه إذا وضعت يدك في منطقة الظهر وأحسست بملامسة منطقة فقارات العمود الفقري فهذا دليل على أن الذبيحة هزيلة لم يراعى تسمينها أو هي هزيلة بسبب مرضها فهي لا تصلح للأكل على كل حال وإذا وضعت يدك في منطقة الظهر ولم تشعر بالعمود الفقري من كثرة الشحم فهذا دليل على أنك ظفرت بالذبيحة المناسبة المطلوبة